للأسف مشاهدين ورغم تنوعي هذه المادة وأيضا المواطنة الجزائرية اشتهيها أكثر لكن للأسف كثير من التبذير تشهده خاصة القمامة وإن نلقى خبز يعني ملقيا في أو يتم رميه عفوا في المذابل أكرمكم الله للحديث في هذا الموضوع بالتحديد موضوع تبذير الخبز مشاهدين رح نتحدث عن تبذير الخبز اللي أصبح من العدات الرمضانية السيئة للجزائريين ثم نتحدث عن العادة التي لا يتخلى عنها الجزائريين وهي رمي الخبز في المذابل خاصة ونحن ندخل شهر رمضان في يومه الثالث والظاهرة بدأت في الانتشار ووزارة البيعاء حسب انتقادها الأخير قبل يومين قالت بأن تبذير الخبز بلغ ستمائة طن يعني يوميا خلال شهر رمضان كإحصائية تعرفها ووزارة البيعاء خاصة في مراكز تثمين النفايات وأيضا للحديث في هذا الموضوع مشاهدينا أسعد بن يكون معي عمرة الهاتف محفوظ حرزلي رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك وأيضا يوسف قلفات رئيس الفيدرالية الوطنية للخبازين أهلا بكم سيدي رمضان كريم رمضان كريم سيوسف نتحدثوا كما شفنا في التقرير كثير من الجزائريين يتشاهدوا الخبز بنواعه ويكثر عليكم الطلب خاصة في شهر رمضان بالتحديد كثير من الجزائريين يقصدوا المخابز ومرات نشوفوا الأب يشري الخبز الأب يشري الخبز أو الأم تشري حتى هي الخبز كثير من الطلب على المخابز ممكن تعطينا حصيلة أو أرقام خلال الثلاث أيام هذه من الأولى من شهر رمضان نعم لا بس في انتظار طبعا يعود سيوسف قلفات نروح نشوفه سي محفوظ حرز لرئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك أهلا بك سي محفوظ أهلا رمضان كريم شكرا لك ورمضان كريم سي محفوظ دايما نفس ربما الموضوع ونفس الظاهرة اللي هي قضية تبذير الخبز اللي يشوفوه في شهر رمضان دايما كل ما يعود شهر رمضان نشوفو ظاهرة تبذير الخبز ونشوفوه أيضا يتم رميه في المنزاب ما تعليقك على هذه الظاهرة والله صراحة هي ظاهرة يعني ماهيش ماهيش من شيء من الجزائريين لأنه لأنه ظهرت هذه الظاهرة في السنوات القليلة الأخيرة بحيث أنه أصبح الجزائري في شهر رمضان يشتري خبز يعني بعينه يعني يتشاهل خبز بعينه ويشري عدة أنواع يعني العادي المونيس المدور التعزيتون لكن هو ربما ماهيش يأكل حتى نفس خبزة هذه الظاهرة شفناها شفناها تتكرر كل سنة وخاصة في شهر رمضان بحيث أنه حتى الخبازين ينوعوا في الخبز وهذا وهذا شيء يعني كما نقوله إحنا ضاير يعني عادي لأنه الخباز ما الذي يبيع خبز استعروا بكل أنواعه بأسعار مختلفة بغض النظر على الخبز العادي اللي هو عشر دينار إذن هنا أسلوب المستهلك الجزائري أصبح أسلوب يعني غير منطقي وغير مسؤول حيث أنه الأسرة الجزائرية من المفروض أنه يكون فيها الترشيد لإستهلك في شهر رمضان ما يكونش فيه تبذير بأنه نعرف القدرة الشرائية للمواطن هي قدرة متدنية لكن إذا كان فيها الإصراف وكان فيها التبذير وما تكونش فيه الترشيد هنا الأسرة راح تتخبط فيه ديون راح تتخبط فيه في إنعكاسات سلبية بالنسبة لمصاريف في شهر رمضان وهذا ما لاحظناه لعدة أسر أنه بعد شهر رمضان يكون فيها عنده ديون وديون متراكمة لأسباب وهي أنه الشراء بعض المواد الغذائية الأساسية وغير الأساسية وكذلك الإفراط في التبذير والإفراط في كذلك رمي رمي حتى الأطعمة حتى الأطعمة مش غير الخبز الأطعمة ونشوفوها في النزاب أكرمكم الله جميل السيمحفوظ نروح نشوفه يوسف قالفات رئيس الفيدرالية الوطنية للخبزين وإننا عرفوا أن المشكلة الآن هو مشكلة في قضية النمط الاستهلاكي السيوسف مرحبا بيك مرة أخرى كنت تحدث معاك حول ظاهرة التبذير الخبز كثير من الجزارية تشاه والخبز وبالتالي يكثر الطلب عليكم أنتما كخبزين خاصة في شهر رمضان هل يمكن تضعنا في صورة الأرقام أو بلغة الأرقام الثلثيام الأولى من شهر رمضان تحقيتني الهاج شفت قليت وليت نعم لا بس ربما خلل تقني سنعود أو ربما خلل في الشبكة سنعود مشاهدينا إلى سي يوسف قلفات رئيس مدرية وطنية الخبزين عودة لك سي محفوظ يعني نعود نشوف أن الخلل يكمن في كما قلنا في النمط الاستهلاكي للجزائري لكن في كل مرة نحاول كمنابر إعلامية أن نوعيه المواطن بعدم تبذير الخبز وعدم رميه في المزابل وكثير من هذه الأمور لكن في كل رمضان تبقى نفس الظاهرة هذا نمط غذائي جديد على الجزائريين لما لاحظنا أسر الجزائرية من قبل أنها كان ترمي لكن اليوم نشوف فيه نمط آخر وهذا النمط الآخر أدى إلى اليوم نعطيك أرقام فيما يخص تبذير هذه المادة أكثر من مليون خبزة يوميا أكثر من مليون خبزة يوميا ترمى في المزابل أكرمكم الله هذه أرقام رهيبة أرقام رهيبة بالنسبة للخزينة العمومية اليوم نستورد هذا القمح وخاصة القمح الليين ليتكبد خزينة العمومية أبل مليارات الدولارات وإحنا يرانا في أزمة وين المفروض أنه تكون حس المواطن وإدراكه وترشيده للاستهلاك مما رحي ما يكون شعل بالميزانية الدولة هذا هو من المفروض أنه المواطن يلعب بالدور التيعه حتى في الاقتصاد حتى في ما يقول أنه أنا الأسرة فقط لا هذه يعني رحيكون إنعكاز كبير بالنسبة للخزينة العمومية لكن دوركم أنتم سي محفوظ والله العظيم أخذ والله العظيم أخذ أنه كل مرة عدنا عدنا أيام تحتيسية وتوعاوية يعني فيه قوافل الآن رحنا ندير قوافل تحتيسية وتوعاوية عبر الولايات فيما يخص التبغير فيما يخص ترشيد الاستهلاك والترشيد الاستهلاك ما نقولوش فقط في الماء ما نقولوش فقط في الأكل لكن الكهرباء المياه يعني كل هذه المكونات يعني النماطية الغذائية للمواطن رأينا نحس فيها عبر كل الولايات لكن المواطن الجزائري ما زال ما استوعبش ما زال ما كان عندوش ثقافة استهلاكية سليمة ما زال ما عدناش ديراية حقيقية بما نستهلكه خاصة في شهر رمضان ونحن نعرف أن المسلم الجزائري المسلم من المفروض أنه يعرف هذه الآيات من القرآن يتكر على التبذير يتكرم على التبذير يتكرم على الإصراف يتكرم على الترشيد الاستهلاك هذه الأشياء من المفروض أنه المسلم يتفاداها وخاصة في شهر رمضان سيمحفوظ كثير ربما من الأحيان قد يعني خلينا نقول يحطكم المستهلك وانتم اتحاد وطني للمستهلك أو لحماية المستهلك يحطكم المستهلك في مثل هكذا أو من مثل هكذا تصرفات في حرج ربما مع يعني الفعاليات الأخرى الاقتصادية كالتجار مثلا أنه مرات نشوفه تراشق في قضية ربما النمط الاستهلاكي ويتم اتهام التجار ربما بأمور أخرى وتصرفات أخرى في حين أنه الخاخطاء تكون سببها اللي هو المستهلك من خلال النمط الاستهلاكي هو صراحة أخذ يعني التاجر هنا عنده حتى مسؤولية يبيع بالفعل يبيع يعني هو الفائدة أنه يكون عنده عنده مدخول هذا يعني من من دخلوش فيها التاجر من حقه أنه يبيع من حقه أنه ينوع في الخبز من حقه أنه يعني هذه أشياء يعني طبيعية لكن سلوكات المستهلك نحن يديوهم نرجع اللوم إلى المستهلك ونقولوها بكل صراحة نقولوها أنه المواطن ميلعبش الدور التيعه في ترشيد الاستهلاك ميلعبش الدور التيعه حتى بالنسبة للقدرة الشرائية اللي عنده يعني هو نقولك هنا في عائلات بعد شهر رمضان تكون عندها ديون وديون كبيرة اليوم اللي كان الدخل المواطن يعني بين 20 ألف و25 ألف يعني مصاريف في شهر رمضان تكون أكثر من 50 ألف دينار يعني كين ديون إلا كان ديون عند التاجر بالتزليئة بالنسبة المواطن الغذائية ربما يكون كذلك عند الجزار ربما يكون عند يعني هذه تراكمات حتى سيب حفوظ حرزلي حتى وزارة البيئة يعني انتقدت خلينا نقول المستهلك وللمواطن في قضية تبذير يعني وقالت أنه تبذير 600 طن من الخبز يوميا خلال شهر رمضان وهذا ما لاحظوه وهذا ما لاحظوه عندما يكون انتقاء لل الفرز نعم لل يعني لل النفايات للنفايات لاحظوه ولاحظنا وشفناه ونحن رحنا إلى عين المكان وشفنا يعني كميات أطنان من الخبز التي ترمى وبدون ذكر كل أكلات الأخرى من الحلويات التقليدية من الأطعام حتى اللحم حتى البيجاج حتى الحوت الحوت يشوفوا يعني ديفلا ومرميين يعني يشوفوا ظاهرة غريبة وغريبة جدا اليوم السلوك المستهلك اليوم تكلموا على القطاعات الأخرى البيئة تكلموا على التجارة تكلموا على الفلاح تكلموا كل هذه القطاعات يعني صراحة إلى كان المستهلك الجزائري ملعبش الدور تاعه ملعبش الدور تاعه في ترشيد الاستهلاج هذه القطاعات كلها رح تتضرر رح تتضرر من ناحية الاقتصادية يعني رح تتضرر من ناحية البيئية رح تتضرر حتى من ناحية كمية كمية بالنسبة للسوق الوطنية يعني رح تتضر الخزينة العمومية تتكلموا عن الخزينة العمومية تتكلموا عن العملة الصعبة هذه الأشياء من المفروض أن المستهلك يتدرك وتكون عنده بالفعل إدراك وتكون عنده نتمنى أن يجد ذلك سي محفوظ حرزلي نتمنى أن يجد ذلك أذانا صاغية من قبل المستهلك شكرا جزيلا لك سي محفوظ حرزلي رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك كنت معي عمراء الهاتف صحف تورك وأنتقل إلى سيوسف قلفات رئيس الفيدرالية الوطنية للخبزين طبعا موضوع مهم جدا مشاهدين قضية تبذير الخبز وين ترجع في كل مرمضان الكريم نشوف كياس بالمئات بالألاف و خلينا نقول الأطنان من الخبز يتم رميها في المزابل ربما كثير من الجزائري يشتهي الخبز بأنواعه خلال شهر رمضان و كثير من الجزائريين أيضا يكثرون الطلب على مادة الخبز سيوسف قلفات رئيس الاتحاد الوطني للخبزين هل من أرقام خلال ثلاثة أيام الأولى من شهر رمضان الكريم لطلبيات الخبز بالنسبة المستارك الجزائري شكرا بلق الله وفيك على شك للمستمع لكن لنحن لدينا أرقام لأن الأحصائية تبدأ تندر أسبوعيا يعني أسبوعيا في ده شهر رمضان لدينا في اليوم الثالث لا لدينا أرقام عسمية تعد ثلاثة الخبز ولكن يستطيع الإنتاج اليومي المعدل على الإنتاج اليومي الوطني أنا مستغل الوطن وهي 23 23 خبزة تنتج يومين توجه الاستهلاك ولكن عرقام الاستهلاك وعرقام ما بقي فضلات يعني تبدير ما زالها لكن بالإحصاء يكون أسبوعيا إن شاء لكن عادتين في شهر رمضان يكثر عليكم الطلب أكثر أكثر على المخابز خاصة مادة الخبز تكثر في الطلبية على مخابزكم المميز وفي نفس الوقت نشوفه أنه تبذير الكثير والأطنان من الخبز نلقوها مرمية في المزابل ما تعليقك على هذه الظاهرة لا الأكل طالب من الخبز في شهر رمضان هو العكس العكس يعني الإنتاج ينقص ينقص في شهر رمضان يعني من 50 مليون خبزة يومين تصبح حتى 23 مليون يعني هذا لأن نقص الواجبات في رمضان نعم المطاع المؤسسة المغلقة لكل حال الطالب ينقص بزاف لخطر أغلبية الناس أغلبية الناس أغزيد من خمسين من الزبرة المخابس لا توجد مخابس في شهر رمضان لأن نستهلك خبز تقريدي خبز المطلوع مثل خبز الخمير وخبز المطلوع وخبز الدار نعم وعلى هذا كان نقص في إنتاج الخبز المخابس والإنتاج هو 13 مليون خبزة يعني بدا لكن سيوسف أنت قلت أنه الإنتاج والطالب ينقص في شهر رمضان لكن بنفس الوقت نشوف أنه تبذير كبير يحدث خلال شهر رمضان نعم نعم فعلا ولكن هذا الطالب القليل يعني كما نقول لشهر الأخرى خارجي على شهر رمضان 50 مليون خبزة يوميا نبذر منها 20 مليون خبزة يوميا يعني 20% تروح ولكن في رمضان من 50 نحب 23 مليون 23 مليون خبزة هذك هذك تبقى 20 مليون هي تبقى تبذير يعني كلها تبذير لأن ما يستهلك الخبز الموارط الجزائري ما يستهلك الخبز يعني كل بالعينين يتشها ويسحق خبزة يفطر بها يسحق الخبزات العائلة يدري ربعة خمسة يتشها ويحب من كل نوع يدري خبزة يدري من جميع الأنواع هو ما يستهلك تبذير وأقل استهلك يعني في شهر خارج على شهر ربعة نشير خبزة الكمية الخبز اليومية نأكل منها 80% ونفضل منها 20% يعني في شهر رمضان العكس نأكل 20% ونفضل 80% وهذا يكثر تبذير في شهر رمضان ولكن تنقص تنقص بزف كمية على استهلاك ولا اليوم نستهلك يعني 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 جزائريين يعني يعني أنت رمضان بداية كل نبدأ نأكله بالشربة ولا بالحيرة ولا كذلك ولكن كل جزائريين يستهلك يأكل بالشربة بالبورات يعني نأكلها ربما النمط ما كان نتعوف ما كان نتعوف يبقى كامل في الأكياس نعم بالفعل هذا ما شفناه يعني خلال أو ربما في مراكز الفرز للنفايات شفنا كثير من المواطنين ربما اللي يرميوا الخبز السيوسف ربما كلمة أخيرة للمستهلك الجزائري وش تقدر تقول لهم أنت باعتبارك طبعا رئيس الاتحادية الوطنية للخبزين أنا نتكلم كرأس الوطني الخبزين كصاحب مهنة كصاحب الخبزة وكمستهلك لأننا كنا مستهلكين كنا مستهلك الخبز ما نقولوش سبب تبذير الخبز هو الدعم لأن الخبز الخيس ما نقولوش لأنه جودة ليس جودة مليحة لا ما شاء الله عنا جودة رافعة وعنا أنواع الخبز خليل 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 السبب هذا التبذير نحن كاين مثلا في المدارس أو المرة في المستشفيات أو العطفات في المدارس حتى الامتدائية أو لا تنمير ما يعرفش سعر الخبز خبز طالبات الجامعة أو طالبات الجماعة ما يعرفش سعر الخبز لأن الوالد متعول الولد يوم يشير الخد حتى تصبح الخبز بمئة دينار حتى تصبح الخبز مئتين دينار يبقى يبذل الخبز هذا هذا سعر أخلاف للإنسان ونقول ربي يهدينا واستدر ربي العالمين نحرمه وشي يحرم ربي العالمين ماذا بإن بعد وليه وقال لك إن المبذل الإخوان الشعيطين هذي مكاش لي ما يعرفش أي يقول عني هذي ما ربي يهدينا ونطلب يعني نستنى ونتمنى باش المواطن المقوش المستهلك المواطن الجزائري بسيطة أرمات بسيطة الخبز يعني باش يحافظوا عن مد الخبز هذا حافظوا عن نعمة هذه حافظوا عن مد المقدسة هذه نقول المقدسة لأنها نعمة عربي ونحافظوا عليها والخبز هذا راه موجه للبشر بالفعل صحيح إنسان مش لحيوانات صبحنا مبذر الخبز ونجموا أساسا جمع النتائي تريك وتديروه في الأكياس وتبيعوه في الأسواق تعمل المزالمين وتوجه للحيوانات للأبقال والأقضام هذه نعمة متوجهة للبشرية الناس مشيون للحيوانات يعني حتى كاين لي محتاج خبز مشينا ونعرف بلادنا ونعرف الجزائر مشينا في المناطق المائية وكاين يصدقني أخي الكريم في بعض المناطق والمهما ينقلوا حتى نخط نصي خبز بشكلها صحيح حتى يلقوا يلقوا خبز الييرس بشكل 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 صحيح شكرا جزيلا لك نتمنى هذا شي عيب وعار لا يأكل وشرب وما يأكل بلو حتى نحن نتمنى وإن شاء الله فقط أن المستهلك يأخذ بعين الاعتبار هذا الخلاب مسي يوسف قلفات رئيس الاتحادية الوطنية للخبزين كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك وصحة فتورك